اليوم الخطاب الغربي صحيح أن نشهد نوع من التراجع ولكن شفنا أصوات كما صوت دومينيك دوفيلبان ديبلوماسي والوزير الأسبق شفنا اليسار الفرنسي يتعرض لكل الانتقادات من موقفه توجه ما يجري اليوم الغرب وعلى اسم فرنسا وألمانيا يعني فاجأوك شنو موقفك منهم؟ طلعي أنا لم بصراحة لم أفاجأ لأنه بجوز العالم تفاجأ بش أنا في الموضوع لأنه عندنا كراءات عميقة في إطار بذور وجزور ما يجري حالياً أنت بتتخيل مريم أنه بأقل من 24 ساعة بعد اللي صار اللي بسموها بسبعة أكتوبر طوفان الأقصى طوفان الأقصى كلهم هدولا تحركوا لماذا؟ لأنهم كانوا يعتقدون أن هذه القاعدة التنفيذية لهذه الاستراتيجية الاستعبادية للمنطقة وللعالم وتسييرنا لأنه هن قبل ما يستعمروا أوطاننا استعمروا عقولنا واستعمروا عقول شعوبهم في الموضوع فهذا كشف ورقة كانت مخباي كانوا يستخدموا فيها جمال جميلة وكذا والآخرين الآن هذا انكشف أمام شعوبهم والآن بدأ هذا الوعي بالرغم من حاولوا تجريم كل من يرفع عالم فلسطين بعاصمهم خرجت مظاهرات بمئات الألاف في كل أنحاء أوروبا إذن أنا براهن على وعي المجتمعات والشعوب الأوروبية أيضا هذا فجر الوعي وأرعب المواطنين اليهود في العالم فخرجوا أيضا كمواطنين في هذه الدول وليسوا كداعمين للفكر الصهيوني في الموضوع الفكر الصهيوني أنا بالنسبة لي إذا بدك أقولك بصراحة هو أخطر فكر لا سامي على اليهود يعني هن بتهمونا إحنا مثلا باللا سامية إحنا ساميين بالعكس لما كانت ترتكى بالجرائم ضد المواطنين اليهود في روسيا القيصرية في أوروبا في كذا وأمريكا سكرت أبوابها لهجرة اليهود من هذه الدول لإلها وبريطانيا فعلت نفس الشيء لتدفع فيهم إلى فلسطين في الموضوع إذن هن استغلوا هذه الجرائم وأخذوا من هؤلاء المواطنين كحطب لإستراتيجية شايفة استعبادية اللي فكروا حالهم أنه من خلال هاي التحالفات وهاي الشركات شايفة ممكن يستعمروا بش بس فلسطين أمتنا العربية والعالم يعني لما صارت النكبة في 48 الحركة الصهيونية وقعت يعني مع منظومة الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الفترة أنه نحن سنكون حماة طموحاتكم في إطار الهيمن والسيطرة على هذه المنطقة يعني وقعوا ورقة حددوا كل مبادئها أنه إحنا إذن استخدموا والتوقيع جاء بعد دقائق من أعلان حداش نطقيقها بعد أعلان قيام الدولة وهنا حددوا لأنفسهم دور وظيفي ومين الحطب تبع هذا الدور الوظيفي المواطن اليهودي نفسه مين الضحية تبع هذا الدور الوظيفي المباشر الشعب الفلسطيني إذن شعب فلسطين واجه استراتيجية تبخر قارات أنا في الرأي بالرأم من جراحنا بالرأم من آلامنا بالرأم من المآثة اللي عشناها شايفين؟ منمشي خطوطين ومنقعة مضبوط ولكننا صمضنا والآن عنا حصاني أمام كل هاي الأسس الشيطانية زي ما قلتلك اللي إحنا تغلبنا عليها ما زلنا شوي ضعفة ولكن إحنا أقوى منهم روحي قابلي شباب وصبايا فلسطين بفلسطين أقعد معهم يعني رغم من كل الحصار تفاجأي تفاجأي يعني أنا سألتهم سؤال طب أنتو كيف تميزتم في هذا الإطار في كل فلسطين تاريخية بش بس في الضفة أو في غزة أو في كل فلسطين تاريخية بقولك لأنه أغلقت كل الأبواب أمامنا وبدهن يوصلونا إلى حركة إلى حالة من اليأس الكامل والإحباط الكامل إحنا رجعنا يا إما منستسلم ومنسلم ونقول الله غالب وربنا بكلك اسعى يا عبدت أسعى معك بكلك ما تنمش والطالب في الموضوع فبدلنا جهود جبارة لتكسير كل هذه الحلقات وتميزنا عليهم همي